بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زيتنا من لدنك علما اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم نخذنا السيروه الجلان اللي هو الغد الأولى في رقبة الإنسان نبدأ ناخد السليفري جلان السليفري جلان اللي هي يعني تسمى مجازاً الغدد اللعبية هم عبارة عن تلاتة جلاند وبما انهم تلاتة جلاند فاحنا هنقسم المحاضرة لتلات اجزائهم. يبقى هم تلاتة جلاند فاحنا نقسم المحاضرة لتلات اجزائهم. جزء هنشرح فيه الاناتومي بشكل مفصل شوية بتاعهم. وجزء هنشرح فيه الديزيز اللي تيجي في الجلاند كلها اللي اختصرناها في كلمة واحدة اللي هي اللي هي اللي هي زي او زي اللي بتحط في الموبايل. وبعدين هنقول شوية اسئلة ونراجع عليها. فان شاء الله تقوم محاضرة بسيطة. وهناخد فيها معلومات جديدة شوية علينا. بس الحتة بتاعت اما اجي لك فحص لان ساعات كتير جدا 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 تلاقي دكتور جراحة. بعيت لك فحص. بس عايز او آآ او نيك التراساوند وهو مثلا تسأل عيان شاكوتك ايه فيشاول لك على مكان او يشاول لك على مكان طيب. فنبدأ واحدة واحدة. بص يا سيدي الغدد اللعبية او اللي بتتحكم في موضوع اللعاب والهضم شوية وتبدأ كده هم تلات غدد. اللي موجودة جنب الويد. والصاب مانديبولار جلاند اللي موجودة تحت المانديبول. وحاجة اسمها اللينج والجلاند اللي موجودة تحت اللسام. يبقى تاني انا عندي هم تلات غدد بس. المحاضرة النهاردة كلها عبارة عن كلمة تلاتة. هم تلات غدد بس. البروتد والصاب مانديبولار واللينجول. عشان برضو ابقى اسهلك الدنيا اكتر واكتر. في السوق. في السوق. لما تيجي تشتغل على مدى شغلك العنيف جدا جدا جدا. مش هتلاقي. مش هتقابل غير حاجة تيم. حاجات للبروتد الجلاند اللي موجودة جنب الويد. او تحت الويدن بشوية. وحاجات في الساب مانديبولار الجلاند اللي موجودة تحت المانديبول. الساب لينجول مش هتجيلك كتير. لا في البرايفت ولا في الشرح ولا في الكتب ولا في اي حاجة. يعني هي نادرة ما بتيجي. بس احنا برضو هنقول معلومتين كده عنها عشان برضو لو جات تبقى عارفها. لكن هي بصفة عامة اللي بيجوا كتير جدا. البروتد والصاب مانديبولار اللي هتقابلهم بشكل على الأقل لأسبوعي لو انت شغال في اي حتة فيها ألترا ساوند. طيب. تاني هم ثلاث غدد لازم تعرف مكانهم فين. اولهم والكبيرة البروتد جلاند. البروتد جلاند بتفتح تحت الودان. تحت الودان. يعني اللي حطيت ايدك تحت ودانك كده كأنك حطيت ايدك ورا ودانك ورا ورا حلمة ودنك. عارف لما حد يقولك تشوف حلمة ودنك هي دي المقصود الحتة اللي تحت دي. اللي بتعلق فيها الحلم. طبعا ودلوقتي بقى في بيرسنج وبقى في حاجات غريبة بيعلاوح. الان في حتة غريبة ملاش دعوة. انا بتكلم على الحتة اللي تحت. وراها كده وراها كده ما بينها وما بين المانديبول الحتة دي بتاعة البروتد. الحتة دي بتاعة البروتد. تمام? طيب. الساب مانديبولار جلاند موجودة تحت الانجل بتاعة المانديبول. يعني لو عايز اجيبها اجيبها ازاي? امشي كده على الانجل بتاع المانديبول. اول ما تلاقي المانديبول برا يعمل الانجل. مش احنا عندنا المانديبول اهو. المانديبول اهو. كده. عامل الانجل. امشي انت حطي ايدك كده. على الانجل بتاعة المانديبول. قبل ما الانجل دي بالزبط هي موجودة. هي موجودة لتحت. يعني لما تجيبها تجيبها من ايه? من تحت المندق. طيب. والسابلينج والجلاند موجودة تحت اللسان. طيب. السابلينج والجلاند. خلي بالك بقى وركز معي. بتفتح بدقت. بدقت. اهي. تروح تفتح فوق او فوق السنان. السنان الدروس اللي فوق كده. تفتح فوق الساكند مولر. فتقوم منزلة العصارة بتاعتها في البق. الفم. احنا عندنا في مصر بنقولها البق. او الفم. ماشي? طيب. الساب منديبولار جلاند. بتبدأ تطلع دقت تانية كده. دقت تانية كده. وتفتح فين بقى? لاحظ كده عدت على مين? لا عدت على اللينج وال. فبتعدي في وسط اللينج وال. ولاحظ معلومة دي كويس قوي. تلاقي. الساب منديبولار جلاند. بتعدي في وسط اللينج وال. وتفتح في الفلوروف ماوس. تحت اللسان كده. تمام? الساب لينج والجلاند مش محتاجة دقت. لان هي بتفتح على طول في الايه? في اللسان. يبقى دي كمان دقت. هنقول طبعا اسمائي الدقت دي ايه دلوقتي ومقساتها والكلام ده كله. بس احنا مش في معرض احنا بس ايه? بناخد صورة عامة عشان نبقى شايفين الصورة بوضوح كده. طيب. لو لاحظت هتلاقي في الكتب. يجيب لك اللينج في نود انسايد البروت الجلاند. اللينج في نود انسايد البروت الجلاند. هل البروت الجلاند ممكن تحتوي على اللينج في نود? اي نعم ممكن تحتوي على اللينج في نود. ليه? بيقول لك حاجة بعد الكابسوليشن. ملاكش لعب القصة دي كلها. ممكن تحتوي على اللينج في نود. اللي انت تعرفه انه هتحتوي على نود. نبدأ بقى بواحدة واحدة ونجيبها ازاي? ونحط البروت فين? وهنشوفها مكونة ازاي? نبدأ بالبروت الجلاند. البروت الجلاند اللي موجودة فين? زي ما قلت لك. قادي ودانك. وانت واقف دلوقتي. ودانك. فين الحتة اللي بتعلق فيها الحلقة? سواني سواني سواني. فين الحتة اللي بتعلق فيها الحلقة? اهي. الحلقة بتعلق اهدو. قدام حلقة حلمة ودنك دي وراها بشوية. قدام حلمة ودنك وراها بشوية توجد البروت الجلاند. توجد البروت الجلاند. تمام? وبعدين. الدكت بتاحها. الدكت بتاحها. شايف اسمها ايه? استينسينز دكت. لو نسيتها. لو نسيتها. لو نسيتها. اكتب عليها ببروت الجلاند دكت. مفيش مشكلة. افتكرتها اسمها استينسينز دكت. طب انا عايز يبقى التقرير بتاعي شكله شيك. اكتب استينسينز دكت. طيب. طب انا نسيت وانا قاعد في الشغل. نسيت هي اسمها استينسينز دكت ولا اسمها ايه? اكتب على جوجل ببروت الجلاند دكت وهيطلع لك كلمة استينسينز دكت انقلها. انا بس بقولك حاجات عشان ما تنساش. عشان ما تنساش وانت اشغال. بس الاشك والالطف لدكاترة الجراحة وليك انك تكتب اسمها استينسينز دكت. وتروح تفتح فوق السكند مولر. تفتح في الفن. طيب. نايمة على مصل. نايمة على مصل. اسمها مسيتر مصل. وفتكر معلومة دي كلها. كل جلاند هنقول عليها ليها علاقة بمصل. فدي جزء من جلاند وجزء من الدكت. نايمة على مصل. اسمها المسيتر مصل. ليه المصل في مستيكيشن. طبعا? عايز اجيب. عايز اجيب. احط البروب فين? احط البروب فين? اه ما علش انا عايز اسأل سؤال هي في ناس سمع صوت والناس شايفة صورة? يعني في ناس بتابع المحاضرة كويس? ولا في مشكلة? عشان بس تبعي. الناس عيفة? طيب خلاص. هي المشكلة بقى عند الناس. طيب بقى في مشكلة عند النسبة اللي هي لسه داخلها جديد. طيب. 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 يبقى نكامل. طيب. بص كده انا عايز اجيب البروت الجلاند. كل اللي عملته ايه? ان انا وقفت قدام ويد للعيانة هو. قدام ويفت ببروب. الوضع ده اسمه الاس. والوضع ده اسمه تي اس. تمام كده? يبقى انا لو حطيت البروب مع الوش كده. مع اتجاه الوش. يبقى ده اسمه الاس. لو حطيته مع اتجاه عكس اتجاه الوش كده من امام لوره. يبقى اسمه تي اس. بس شايف هو حاطت فين? ادي 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 الحتة اللي بيتحطوا فيها الحلقة. شايف هو حاطت تحتيها او جنبها بالزبط. ده المكان اللي بنجيب فيه البروت. طيب حين. لمن حضرتك تحطي ايدك تي اس. تي اس. بالعرض كده. تحت الودان بالزبط. حضرتك بيزهر لك البروت الجلاند بقى واحفظ الشكل ده. شكل المسدس كده. شكل المسدس. تمام كده? تلاقي البروت الجلاند شكل المسدس. يعني انا عملت كده هنا بتاع كده. وتبقى تقول بيو بيو الكلام ده. تمام? يبقى ده كده شكل المسدس. طيب. تعال نتخيل بقية الصورة. طيب. فين البروت الجلاند? اللي لونها فاتح دي. اللي لونها فاتح دي. طيب. دي البروت الجلاند. خلاص. فيه هنا حاجة لونها ابيض. وعملة شد وراء لونها اسود. ايه الحاجة دي? ايه الحاجة كبيرة او دي اللي عاملة ابيض? اوكي. لو انت تخيلتها هنا. لو انت تخيلتها هنا. ده جزء من ايه? ده جزء من الماندبل. ده جزء من الماندبل. تمام كده? جزء من عظمة الايه? جزء من الماندبل نفسه. طيب. حلو ابي. طيب فيه حاجة شبهها? في حاجة شبهها? اه. هنا. هتلاقي فيه عظمة كمان? هتلاقي فيه عظمة كمان? ورا هنا كده. عظمة كمان ورا هنا كده. هاي. سواني. عضمة ورا كمان هنا كده. حد عارف اسمها ايه? حد عارف اسمها ايه? ممتازة ايمان. ممتازة عمر. ممتازين. دي اسمها الماستويد. الماستويد. ماشي? اسمها الماستويد بروسس. تمام? يبقى نبدأ نعرف الصورة كده. هنا عندي حاجة اسمها المانديبولي. المانديبولي. وهنا عندي حاجة اسمها الماستويد. حلو قوي. يبقى انا كده عرفت وفين البروتت جلامت. تمام? بدأت اشوف الصورة بشكل اوضح شوية. الكلام ده وانا عامل ايدي ازاي? خلي بارك الكلام ده. معلش يعذروني النهاردة بس شوية انا اسف. انا اسف لو ايه. يعني ايه? قرفتكم ان انا عمال اكوح كتير معلش. معذركم. اتأسف لكم. اتأسف لكم. كلام ده لما احطت تي اي دي تي اس. فجبت جزء من المانديبول وجزء من الماستويد. جبت جزء من المانديبول وجزء من الماستويد. حلو قبل. حلو قبل. طيب. الله يكريم لكم. الله يكريم لكم. طيب. طيب. تعال نشوف الحاجة بشكل اكتر وضوح. نرجع نقول. مين المسدس ده? او المسلس ده? مين المسدس او المسلس ده? ده البروتة جيلاند نفسها. البروتة جيلاند نفسها. الله يسلم لكم جميع. بروتة جيلاند نفسها. طيب. حلو. مين العظمة دي? العظمة دي قلنا عليها خلاص دي المانديبول. خلاص. والعظمة دي قلنا عليها الماستويد. حلو. بدأ يزهر كده جديد. دلوقتي هنتكلم عليه اول مرة. ده. حاجة كده مش انت مش تعرفت حد مع علمها قوي طول ما انت بدرستش بس حاجة كده هنا وفيها خطوط بيضة كده. صد عارف مين دي? حد عارف مين دي? اللي فيها خطوط بيضة دي. ايوة بالزبط. دي الماصل. اللي احنا لسه قلت لك احفاظها. مش قلت لك كل واحدة. هنلاقي ليها علاقة بماصل. دي الماصل. الماصل اللي اسمها ايه? اسمها مسيتر ماصل. مسيتر ماصل. اللي هي دي. اللي هي دي. المسيتر ماصل. اللي هي في جزء من الغدة نايم فوقيها صح? ادي الجزء ده. جزء من الغدة نايم فوقيها صح? يبقى دي المسيتر ماصل. اللي المفروض مين اللي ماشي فوقيها? ها. مين اللي ماشي فوقيها بقى? في الصورة هو. مين اللي ماشي فوقيها ولونه اخضر كده? بس مش باين هنا عشان مقفول. الدكت. تمام. يبقى عينينا بدأت تجيب الدكت المفروض. تبقى فين? صح كده? بدأت عينينا لما انا عايز ادور على الدكت انا بدأت تعرف ادور عليها فين? محد يقول لك خلي بالك شوف لي كده فيه ستون ولا فيه مقفولة ولا الدكت بتاعتها? حصل فيها ايه? انت بدأت عينك اه هنا البروت الجيلاند ودي المصل. اه يبقى انا لو عايز ادور على الدكت هدور فوق هنا. حلوة. حلوة. يبقى ده انا كده ايه? نمسك الصورة بشكل اكسر ودوحا فاكسر فاكسر. كمي. تاني انا هنا كده واقف ال اس وهنا واقف تي اس. اما بجيب جزء من الماندبل وجزء من الماستويد والغدة ما بينه. تمام? وهنا في مصل اسمها مسيتر مصل ماشي عليها الدبت. الصورة بدأت توضح معك كده? الصورة بدأت توضح معك اكتر? طيب. دعالة نشوف الصورة بشكل اكتر واكتر. لقوا لقوا ان الماندبل الماندبل اللي هي العطمة دي. في جزء من الغدة مش انا قلت لك الغدة هي? مش انا قلت لك الغدة هي? مش انا قلت لك دي الغدة? وقلت لك دي المسيتر مصل صح? ده اللي حصل مني. طيب. قال لك لقوا ان في جتيل مستويد. اهي. هنا في القتة دي كده انا مش شايفها اوي بس عاملة الشادو بتاعها وراها شايف حاجة بيدة. لقوا ان في جزء من الغدة. في جزء من الغدة. بيبقى سوبر فيشل او سطحي او ناحية الجلد اكتر لبرا. وفي جزء من الغدة بيبقى ديب. في جزء من الغدة بيبقى سوبر فيشل وفي جزء من الغدة بيبقى ديب. فلاقوا ان فيه سوبر فيشل وديب طيب حلو قوي سوبر فيشل ناحية البروب طبعا سوبر فيشل ناحية البروب وديب تحت طيب طب نعرف نقسمه قالك اه قالك بتوع الجراحة يا جماعة انتم بتقسموا سوبر فيشل وديب بارت قالوا لنا اه طب بتقسموك ايه يا جماعة قالك بنقسمه بالفيشل نيرف بنقسمه بالفيشل نيرف اللي هو الاصفر ده قسمه بالفيشل نيرف اللي هو ده الاصفر ده الفيشل نيرف اللي فوقيه كله يبقى سوبرفيشل واللي تحتيه بقديب قول لهم طب إحنا أصلا كده كاترة ألترا ساوند ما بنعرفش نصوف السوبرفيشل فين كويس قال لك خلاص دور على التو فيزل اللي ماشين جنب السوبرفيشل دور على التو فيزلز اللي ماشين جنب السوبرفيشل مين هم التو فيزلز اللي ماشين لقوا إن فيه فين لقوا إن فيه فين وفيه أرتري ماشيين جنب السوبرفيشيال فين لقوا إن فيه فين وفيه أرتري جنب السوبرفيشيال فين طيب مين الفين ومين الأرتري قال لك الفين ده قال لك الفين ده هنسميه ريترو منديبولر فين ليه ريترو منديبولر فين ليه ريترو منديبولر فين عشان الريترو منديبولر فين وراء المانديبول وراء يعني retro mandibular يعني وراء المانديبولار فretro mandibular vein والأرتري external carotid artery والأرتري external carotid artery اللي أكبر فيه مواسع وظاهر هو الretro mandibular vein اللي أكثر منه مضوحا هو الretro mandibular vein يبقى أنت كل اللي هتعمله إنك هتدور على structure visal وراء المانديبول وراء المانديبول مباشرة هتلاقي visal الvisal ده على مستوى هو اللي قسم الجلاند السوبرفيشيا الوديب هتفرق معنا القصة دي هتفرق معنا إن إحنا نقسم الجلاند السوبرفيشيا الوديب أيها هتفرق معنا هنقول بعد شوية تفرق معنا في إيه طبعا يبقى تعالى بقى نرسم الصورة كلها تعالى نرسم الصورة كلها عشان الدنيا تبقى واضحة شوية كده ده مين ده مين دي الغد ماشي كده وده وده المانديبول المانديبول وده المستوى حلو والخضراء دي الخضراء دي دي المسيطر مصر اللي مفروض ما شفوا إيها الدقت طيب والأزرق ده ده مين ده مين ده الفين اللي اسمه إيه اسمه وراء المانديبول ريترو مانديبولر فين حلو طيب اللي بيقسم للجلاند على مستوي يقسم للجلاند البرت كبير سوبرفيشيال وبرت صغير دي بدأ يتضح معك كده الأناتوم بشكل أحلى بدأ كده الأناتوم يبقى شكله أوضح معك وشكله ألطف معك كده كوي شوية جميل بدأ كده نفسص الموضوع شوية بشكل أوضح وبشكل أريح شوية طيب تاني آدي الستركتشر الأزرع ده هو الفين اللي هو اسمه الريترو مانديبولر فين الفين اللي بيقسم لي ما بتشوفش انت النيرف ما بتشوف في النيرف قوي لكن ما بتعرف تقسم عن طريق الفين طيب حلو بصهم آدي اتنين استركتشر آدي المانديبول آدي المانديبول وأدي اتنين استركتشر الكبير منهم الفين والصغير منهم الأرثري أو هما دول استركتشر اللي بيقسموني مجازا السورفورفيشل والديب بارت السورفورفيشل والديب بارت وليه بقولك عن استركتشر دول بالذات عشان Northwest Chin واللي اوعى تفردهم وتقول عليهم انها ضقت لازم تحط الاول لازم تحط الاول كالر عليهم وتتأكد هما فيزل ولا لأ ماشي بص معنا ركز معي في القصة دي وهقولك ليه بعد شوية الليجن ده طالع في البروتو دجلانيس والليجن ده طالع في البروتو دجلانيس الليجن اي والليجن بي مين فيهم اللي طالع من الديب بارت ايه ولا بي مين فيهم اللي طالع من الديب بارت ايه ولا بي بي ايه اللي اكد لك انه طالع من الديب بارت بتاعت الجلانيس ايه اللي اكد لك انه طالع من الديب بارت بتاعت الجلانيس ممتاز ان هو ايه ديب للفين ان هو بلوب الفين منتاز طيب و ايه سوبر فيشل طيب هل دي هتفرق معنا هتفرق معنا لما نيجي نتكلم بعد ساعة كده من دلوقتي لما نيجي نتكلم على الماسز اللي بتطلع من الغدة هقول لك والله لو الماسز طلع من السوبر فيشل بارت انت هتعرف تحدد معلمها بوضوح وبالتالي خد منها بايوبسي اعرف نحها ايه وبالتالي بعد ما نعرف نحها ايه نبدأ نشوفها نشيلها ولا نخليها لانها حاجة بناين ولا حاجة مليجي نت فهنشيلها ولا هنعمل ايه تمام ولو الماس من الديب بارت انت مش هتعرف تشوف معلمها بوضوح وممكن تكون مختارقة جوة النك كتير فساعتها هنضطر نعمل MRI عرفت الفرق في ايه هنا هناخد بايوبسي على طول هنا هنعمل MRI بايوبسي الاول بعدين ناخد بايوبسي MRI عشان نشوف حدودها ايه MRI عشان نشوف حدودها ايه لكن دي انت عارف حدودها بسهولة يبقى لاناته بفرق معانا ان احنا هنطلب فارزر انفستيجيشن ايه للعيان وبرضو مش هطلب فارزر انفستيجيشن وانا مش عارف لابطلوبه ليه لا انا هطلب وانا عارف كويس لابطلوبه ليه لان هنا انا محتاج اشوف التفصيل وهنا مش محتاج اشوف التفصيل تاني ليجين زي ده سوبرفشل للفين عايز اتأكد ان ده فين مش الدكتور بتاعت الجلاند ولا حاجة دواخد كالر سوري دواخد تاني دواخد كالر دواخد كالر يبقى ده سوبرفشل يبقى ده خلاص هناخد منه بايوبسي على طول ونعرف طبيعته ايه ده ديب للفين لا مش هتطمن مش مجرد ان هو ديب للفين يبقى اتطمن لا اتأكد ان هو مش هواصل لجوه الرقب قوي فانا عايز اعمل مش هبقى واقف بالصنار فقط يبقى احنا كده قسملك ونبدأ نرجع للدكت زي ما قلتلك مش يا فوق مصل اسمها يبقى انت تروح تشوف المسيتر مصل فين وبعد ما نشوف المسيتر مصل فين نبدأ نبدأ نشوف هل في دكت ماشية فوقيها ولا لا بس ندور الاول على المسيتر مصل ندور الاول على المسيتر مصل طيب فعايز اجيب الدكت شوية خلي في بالك خلي في بالك احنا لما كنا الاول لو اعتبرنا ان ودن العيانة هنا يعني لما كنت باجيب الجلاند كنت بأواقف جنب تحت ودن العيانة طبع عايز اجيب الدكت بطلع لقدام شوية بطلع لقدام شوية عشان الدكت ماشي على المصل مش ورا ودن العيانة فبطلع لقدام شوية تي اس. طيب. يعني الصورة ممكن ما تبقاش احسن حاجة بس يعني لو قلت لك ان دي البروت الجراند. دي البروت الجراند ودي الماندبل. ودي المصل. ماشي? يبقى ده كده كده كده. ده طريق طريق الدكت. ده طريق الدكت. تامي. 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 تعالي مش واحدة واحدة. تعالي مش واحدة واحدة. الاناتومي دايما هتلاقيني في كل المحاضرات بطول وعيد وزيد في الاناتومي قوي. ليه? ليه? لاني عن طريق التجربة والخبرة والتعامل مع الدكاترة. آآ. لحزت. لحزت الاتي. لحزت ان معظم الدكاترة يتعلمه الالتراساوند عن طريق ان هما بيقفوا مع زميلهم الاكبر منهم. وبالخبرة وبالسنين بيتعلمه. فتلاقي مسلا الواحد عارف في الاناتومي كويس قوي. يعني مسلا او عارف في السوري في البسولوجي كويس قوي. يعني مسلا ما تيجي رينا الاستون او بات بريجر هو عينه خدت عليه. فبيعرف يجيبه. لكن محدش محدش مؤسسه على الاناتومي كويس قوي. محدش ايله تعالى مسك ايده. آآ بص آآ ده اصلا الاناتومي تتعكدني. نفسسه. وايه الحتة اللي انت شايفها البيضة دي. وايه الحتة السودة دي. محدش بيعمل كده مع الناس. بتخش على طول على البسولوجي. ده ده الليجن وده الستون وده كده. لما بتعرف الاناتومي بتبدأ تكتشف ان انت الدنيا اسهل معاك. والدنيا اوضح معاك. وتبدأ تلاقي الموضوع بشكل اوطف. فهتلاقيين دايما بعض عيد وزيدة في الاناتومي شوالي. تعال نشوف كده. ادي المسدس ده اللي احنا قلنا عليه. ده البروت الجلانت. والخضراء اللي احنا قلنا عليه هدي شوية قبل كده. دي المصل. المصل. ودي الماندبل اللي هي البيضة اللي وراها شادو. وانا قلت لك دايما ان الدكت الدكت تمشي فوق ايه? فوق المصل. فده طريق الدكت بتاع الجلانت. يبقى كده دي البروت الجلانت دكت. حد فاكر كان اسمها ايه? حد فاكر كان اسمها ايه? حد فاكر كان اسمها ايه? ايوة ممتازين. مش فاكر عادي جدا كلنا بننساها. ما تفتكرش ان انت الوحيد اللي بتنساها. كل الدكات اللي بتلغبطه منها وبين الدكت التانية اللي هنقول عليها بعد شوية بتاعة الساب منتيبرو. فعادي يعني كلنا بننسا مش انت بس. بس يعني ايه? اه ما تحاولش تقود فيها. فلا تقول بروت الجلانت. لا تقول اه لا تكتب على جوجل وتشوف هي ايه? طيب. طيب. هو النورمال ديامتر. النورمال ديامتر اللي بتاقبله بتاعة الدكت يعني هل ممكن تبقى عند حد برومنانت شوية? ايوة. ممكن. بس ما تعديش وان بوينت فايف ملي. ما تعديش واحد ولا واحد ونص ملي. ممكن عادي واحد لسه شارب عصير لامون قبل ما يخش عليك. هيخلي بالك البروت الجلاند بتبدأ تطلع العصير بتاعها او العصارة بتاعتها لما انت تاخد حاجة اسمه اسكروبيك اسد زي اللامون مثلا. ماشي? فواحد لسه شارب عصير لامون ولا حاجة قبل ما يخش عليك الفحص على طول. فممكن تلاقيها برومنانت شوية. المهم انها ما تعديش واحد ونص ملي. ما تعديش كام? واحد ونص ملي. اكتب الرقم ده عندك. اكتب الرقم ده عنك. طيب. زي ما قلت لك في اول محاضرة احتمال كبير جدا جدا جدا. ومفهاش اي مشكلة انك تلاقي لمفنود انسايد البروت الجلاند. واحنا المحاضرة القادمة عندنا عن الليمفنود. المحاضرة القادمة عندنا عن الليمفنود. فلا تقلق تماما. هنتكلم لسه الليمفنود الليمفنود الحلوة والليمفنود الوحشة. ونعرف الحلوة من الوحش ازاي? وهنشوف الكلام ده كله المحاضرة القادمة. فلا تقلق نهائي. طيب. وعادي جداً ألاقيها inside البروت بنفسها عادي جداً ألاقيها inside جوة واحد ونص ملي وليس سنتي واحد ونص سنتي ده كتير جدا واحد ونص ملي ملي اللي هو الحاجة القليلة خلص لو اتلغبط تفتكر ان هي حاجة قليلة فواحد ونص ملي تابعا؟ طيب كده البروت الجلاند كده البروت الجلاند نخش على الغدة التانية واللي فيها كلام شوية برضو اللي هي الساب منديبولار جلاند اناتوني الساب منديبولار جلاند الساب منديبولار جلاند موجودة لأ هو الاصل اللي انت مش بتشوفيها يا جماعة تاني الاصل ان انت ما بتشوفش الاصل انت بجيلك الغدة كده كده زي دي بتشوف الغدة بدون الدكت في الاصل انك بتشوف الغدة بدون الدكت انت لو شفت الدكت تبدأ تقلق لو شفت الدكت تبدأ تقلق بس لو شفت الدكت اسها متأكد بس ان هي اكتر من 1.5 ملي لكن في الاصل انت ما بتشوفش الدكت بتشوف الجلاند وتشوف المصل وما تشوفش الدكت فيها ده الاصل وجود رؤية الدكت ده مش الاصل ليس الاصل الساب منديبولار جلاند الساب منديبولار جلاند مكانها فين بالضبط زي ما قلت لك شايف المانديبول حطي ايدك كده على دقنك حطي ايدك على دقنك وامشي لغاية ما تبدأ تعمل أنجل انزل تحت الأنجل دي انزل تحت الأنجل دي من تحت من تحت طيب وره هاني بشكل تاني انا بس عايز اقول لك معلومة من الصورة دي وبعد هنا هورها لك تاني الدكت بتاعتها الدكت بتاعتها اللي هنقول لها اسم جديد بقى اسمها وورتونز دكت وورتونز دكت الدكت بتاعت الساب منديبولار بتعدي في الساب لينجول افتكر المعلومة دي الدكت بتاعت التانية اللي هي الورتونز في الساب منديبولار بتعدي في الساب لينجول يبقى الدكت بتاعت الساب بتعدي في الساب افتكر الدكت بتاعت الساب بتعدي في الساب الدكت بتاعة الساب من ديبولور بتعدي في الساب لينجول طيب عايزة جيبها بص يا سيدي زي ما قلت لك قادي دقنك امشي 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 دقنك عملت انجل صح؟ انزل تحت الانجل ده هنا بس هو ده ما كارحة مجرد ما تعملها هتلاقي نفس الشكل اقرب للشكل البروتت كده شوية يعني بس يعني اقرب لحاجة يعني ايه اوفل شيب شوية اقرب لحاجة اوفل شيب شوية كده تمام؟ يبقى دي انك تجيبها ما فيهاش اي صعوبة انك تجيبها ما فيهاش اي صعوبة تاني ايه دي الساب من ديبولور انت طبعا عرفت هتحطه ايدك فين دلوقتي اهو ادي الانجل بتاعة ادي الانجل بتاعة المانديبول انت حط ايدك في المكان اللي هو ده اتحط ايدك في المكان اللي هو ده عايزك تحفظ معلومة جديدة احنا عفوا احنا تفزنا المسل الريليتد للبروتيد اسمها ايه المسل الريليتد للبروتيد اسمها ايه هم ننتزين المسل الريليتد للبروتيد اسمها ايه مسيتر مسل مسيتر مسل المسل اللي عايزك تحفظها ريليتد لل ساب منتيبولار اسمها مايلو هايويد مسل وهقول لك لي دلوقتي. المصل اللي عايزك تحفظها همه تلاتة مصل بس. انا عايزك تحفظ واحدة منهم. في بايلو هايويد وتحتها هايبو بجلسس. ثم تلاتة مصل. اما تلاتة مصل هتلقومه. ادي واحدة. اتنين. تلاتة. بس انا عايزك تحفظ واحدة منهم. عايزك تحفظ واحدة منهم. المايلو هايويد. هيبقى تاني. انا عندي حاجة اسمها. ادي مصل. اتنين. تلاتة. بس انا مش عايزك تحفظ غير مايلوهايويد. المسل السية اللي عايزك تحفظها للسب مانتيبولر جلانت. تاني. ادي السب مانتيبولر جلانت. هي دي. شكلها كده شوية. وتحتيها عايزك تحفظ اهمهم المايلوهايويد مصل. اهمهم المايلوهايويد مصل. طيب حاني. تاني. بربو حوليت ما شكلها بربو لغاية ما ايه تتعود عليه. ايه دي السب ودي المصل اللي اسمها المايلوهايويد مصل. طيب ليه حضرتك عملت حفاظنا السب والمايلوهايويد مصل? عشان بتاعت السب مانتيبولر. بتمشي تحت المايلوهايويد مصل. هتلاقي المايلوهايويد مصل دي حاجة لونها غامق كده. حاجة لونها اسود. فالدكت بتمشي تحتيها. الدكت بتمشي تحتيها. يبقى تاني. الدكت بتاعت البروتد بتمشي فوق الماسيتر مصل. والدكت بتاعت السب مانتيبولر بتمشي تحت المايلوهايويد مصل. يبقى انت لو بتدور على ستون. او بتدور على حاجة. بتجيب الجلاند وتحاول تبص على المايلوهايويد وتشوف تحتها. تعالى نشوف تاني. تعالى نشوف تاني. بص بقى انت حضرتك هتبدأ. تركز اكتر وهتلاقي نفسك برقت. اللي انتم يبقى معك شكله حلو. وبدل ما بتعمل فحص كده اي كلام وخلاص. لأ بلأ بتعمل فحص لحد ما حريف شوية. دي كده الجلاند. متفق معايا. دي كده الجلاند. حلو. اللي هرسمها لك بالاخضر دي. قول لي مين? اللي لونها اسود دي. قول لي مين? دي مين? دي مين? دي مين? دي المايلو هيويد مصل. حلوة جميل. طيب. شايف خط رفيع. شايف خط رفيع. 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 ماشي كده. دي اللي اسمها ايه? طيب. سؤال بقى. هل حد. هل حد من الناس اللي كانت شغالة? كان بيشتغل بالتفصيل ده شوية? هل حد من الناس اللي كانت شغالة كانت شغال بالتفصيل ده شوية? حلوة. حلوة. يبقى احنا الحمد لله الحمد لله بدأنا بالزبط. يبقى احنا بدأنا الحمد لله بفضل الله نمسك تفصيل شكله حلو شوية معلومات شكلها. شفت لما بقول لك. شفت لما بقول لك ان احنا كل ما بنعرف اناتومي اكتر. وكل ما نبدأ نركز اكتر في الاناتومي. كل ما نبدأ نركز اكتر في الاناتومي. هتلاقي الكلام اللي غيرك عمالي يدور على الدكتف اي حتة انت بدأت تدور عليه بشكل لطيف شوية. انت بدأت تدور عليه بشكل لطيف شوية. طيب. زي زي ما البروتة جلاند بروتة جلاند في فيزل بتعدى حواليها. زي ما البروتة جلاند في فيزل بتعدى عليها. فاكر البروتة جلاند كنت قلت لك فيه كان فيزل بيعدى حواليه او كان فيه كان فيزل جوه اللي بيقسموا الجلاند اتنين. قدي فاكر كان اسمهم ايه? عدي فاكر اسمهم ايه? الاكسيرني الكاروتيد والريترومانديبولار فين. طيب. في الصدمانديبولار جلاند برضو فيه اتنين بعض. فيشل ارتري وفين. فيشل رايح للفيس. فيشل. في فيشل رايح للفيس. تمام? يبقى في لو انت لقيت يبقى حط القاعدة دي دماغك دماغك دايما. سواء سواء آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� لو انا شغال في البروتد عارف ان دولا الاكسترنا الكاروتد او الريترومانديبولار فين. لو انا شغال في الساب منديبولار عارف ان هما الفيشة الارتري وفين. ثاني. شايف دي الساب منديبولار جلانت. ها. الخضرة دي من? الخضرة دي من? الخضرة دي من? الميلو هيويد مصل ممتازين. الميلو هيويد مصل. يبقى وانا بتوقع ان تحت الميلو هيويد مصل المفروض من اللي ماشي? المفروض من اللي ماشي? الدكت. الدكت. ممتاز. طيب. ده كلام صحيح. الى ان قبل ما اقول انها الدكت اعمل ايه? قبل ما اقول انها الدكت اعمل ايه? اشغل الدبلر بتاعي. شغلت الدبلر طلع ايه طلع ايه طلع مش الدقت طلع حاجة جاية من البروتد من السبان ديبلر سوري اول من حاجة يبقى ده الفيشل ارتري او فين رليتد ليه يبقى بس قاعدة انت عرفت شكل الاناتومي وعرفت المكان الى ايه فين بس قبل ما تقول اني ديه الدقت وتحلف اني ديه الدقت حطك ايه حط كالر دوبلر وتأكد هم ماشي جواه حاجة ولا لا تمام نخش على ونخش على السابلينجوال جلاند السابلينجوال جلاند بوس يا سيدي السابلينجوال جلاند مش هتطلب منك في البرايفيت او ومش هتلاقيها زي ما انت بتخيلها او بس انا هوريك مكانها عشان نبقى ايه متخالين مكانها انا بس عايز قبل ما اقولك فاكر مكانها فاكر مين الدقت بتاعت مين اللي بتمشي جوا السابلينجوال جلاند الدقت بتاعت مين في داكتر بتمشي جوه السابلينج والجلاند. داكتر بتاعت. الساب منديبل. الساب منديبل. حلوة. بص يا سيدي. انت عايز تجيب. انت عايز تجيب الساب. عايز تجيب الساب منديبل والجلاند. بكل بساطة. تحت دقن العيان. ادي دقن العيانة هي. او دقن العيانة هون. تحت دقن العيانة. ماشي? تحت دقن العيانة. حط البروب تي اس. يبقى كل اللي هامله إن أنا نحط البروب TS تحت رقبة العين حل هتلاقي المنظر ده عمرك وهتنسى في حياتك وأول ما تعمله هتحفظه طول عمرك عضلتين عضلة من ناحية دي وعضلة من ناحية دي مدورين ماشي مدورين أو شكلهم أوفل شوي بعدين مصل طويلة ومصل طويلة وبعدين اتنين مصل مع بعض عاملين شكل مسلس يبقى دايرة خط مسلس دايرة خط مسلس هتلاقيه ورا بعض كده على طول تاني تلاقيه اللي هو اللون البربل ده اللون البربل ده يعني دايرة وبعدين اللون الأصفر ده خط بعدين اللون اللي هما اللي تنين على بعض دول مسلس شكله ده جنبيهم هتلاقي حاجة بيدا شوية أو اللون هفتح شوية هي دي السابلينج والجلانت تاني المنظر ده آه باي زوية ده هيبقى الواجب بتاعك ده هيبقى الواجب بتاعك انك تجيب لي الثلاث حاجات دول انك تجيب لي الثلاث حاجات دول ماشي تاني مجرد من حضرتك هتحط البروب كده تي اس تحت الدقن مباشرة هتلاقي دايرة ودايرة بعدين خط وخط وبعدين مسلس دولة كلهم مصر كلهم مصر مش عايزك تحفظ اسميعهم ايه وبعد المصر دول في دايرة ودايرة لهم فاتح شوية دولة الساب سهلة ولا صعبة سهلة ولا صعبة مش عايزك تحفظ اسميع المصر سهلة ولا صعبة ده الواجب بتاعك هتجيب لي المنظر ده الواجب بتاعك هتجيب لي المنظر ده هتصور لي المنظر ده في كل في اي عيان اي عيان جاية يعمل نيك مش عايز عيان انت مع نفسك انت مع نفسك انت مع نفسك هتوقف في قط الصنار وتحط البروب كده تحت رقابتك وتسوال المنظر ده تجيب لي two muscle عبارة عن دائرتين anti-lubile of digastric muscle كده اسمها ميلو هيويد muscle وبعدين مسلس كده ماشي وبعدين هتلاقي الـ sublingual gland على الناحيتين sublingual gland على الناحيتين حطي قعدة احنا في في البروتت جيلاند قلنا ان فيه retromandibular vein واكسرنا الكاروتد artery جنبها في الـ sub mandibular gland قلنا الـ facial artery vein جنبها في sublingual gland lingual artery vein افتكر عادي lingual مع lingual هتلاقي lingual artery vein جواها lingual artery vein جواها يبقى في الـ sublingual gland lingual artery vein جواها يبقى كل gland جواها artery vein كل جلاند جواها artery vein حال تاني المنظر تاني وثالث ورابع ادي muscle ومصل وبعدين muscle دائرة وبعدين خط وبعدين مسلس في النص وما البيض اللي فاتح لجنب المسلس اللي في النص ده هو sublingual gland تمام طيب لو لقيت stone هنا لو لقيت stone هنا هنا كده لقيت stone لونها ابيض كده تتوقع الـ stone دي مين سؤال سين سؤال تتوقع الـ stone دي مين ملتزى يا أمان ملتزى يا أمان ملتزى يا أمان ملتزى يا بايبين 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 ملتزى سن ملتزى يا أسم ملتزى مصطفى فاطمة ملتزى يا أورا ملتزى مانور ملتزى يناس دي ملتزى دي ملتزى مانجيب لور جلاند دقت أكتر ملتزى 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 دي ملتزى 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 دقت أكتر من السابلينجول جلاند يبقى أنا خلي بالك في التلاتة جلاند اللي تكلمنا عليهم دلوقتي البروتد والصاب مانديبلور والصاب لينجول أكتر واحدة بيجي فيها ستون الساب لينجول الساب مانديبلور هنتكلم عن ستون كمان شوية أكتر واحدة بيجي فيها ستون الساب مانديبلور ليه هي أكتر واحدة بيجي فيها ستون عشان الدكت بتاع الدكت بتاع البروتد نازل مع الجرافتي والصاب منديبلر ملهاش دقت بتاعتها صغيرة او ما تنحاش تكون ستون انما الساب منديبلر الدقت بتاعتها مشي عكس الجرافتي عكس الجزبية طالع� thatís الفوق والمية بتاعتها سيك شوية والمية بتاعتها ستيك شوية فقم جينست جرافتي وسيك ممكن تكون ستون فعنا دلوقتي لما جايدور على ستون في الساب منديبلر جلالد بيدور عليها بطريقتين الطريقة الاولى إن أنا دور على الموصل دي اللي كلنا حفزناها اسمها ايه المصل دي اللي كلنا حفزناها اسمها ايه اسمها ايه المصل دي ممتازي عمر مايلو هيويد مصل تبقى ماشية تحتيها تبقى ماشية تحتيها دي الطريقة الاولانية ان انا جيب المايلو هيويد مصل تاني اهيه المايلو هيويد مصل ودور تحتيها هل في ستون تحتيها ولا لا? ماشي? تمام? يبقى ادور على الميلوهايود مصل واشوف في داقت تحتيها ولا? اشوف الميلوهايود مصل واشوف في داقت تحتيها ولا لا? تمام? دي الطريقة الاولانية. الطريقة التانية ان انا روح اجيب السابلينج والجلاند بالطريقة السهلة بتاعتنا واشوف فيها ستون ولا? دي اكتر مكان هتدور على ستون. يبقى موضوع البحث عن ستونز في الساليفر جلاند صدقني هيبقى من اسهل المواضيع معك لان البروطة ما بيجيش فيها كتير ستون وهنشوف يعني لو شوفنا ستون هندور عن مصيط المصل السابلينج والما بيجيش فيها السابمنديبولر عرفت لما رأي فيها اتصرف ازاي? عندي طريقتين. يبقى انا كل حاجة يبقى انا كل حاجة بدأت اعمل لها خريطة. كده الاناتومي. حد عنده اي سؤال للاراتومي? حد عنده اي سؤال للاراتومي? الطريقة التانية السابلينج والجلاند. طريقة كانية انك هتلاقيها جوه السابلينج والجلاند. مش احنا قولنا السابمنديبولر جلاند. مش احنا قولنا في السابمنديبولر جلاند. اللي ستون بتاعتها بتاعتها بتعدي. بتعدي جوه السابلينج والجلاند. اكي? بتاع ايه? مش فاهم. السؤال بتاع يعني ايه عايز? بتاع ايه? مش فاهم. اكي? لا مش فاهم تحفظ المصر اللي حوالين الاشياء? مش فاهم تحفظي المصر اللي حوالين الشاهم صار معليش يا محمد. محمد. لا لا هو ما يسوطش الدياريكشن كده. لا بصوا كمان انا ما كلمتكشف الدياريكشن غير عن البروتد. البروتد انا مش عايزك توقف الاس المنظر ده مش عايزك توقفه خالص. مش كده ريح نفسك. انا عايزك توقف تي اس. المنظر ده. المنظر ده. كمان? طيب لما توقف تي اس بالمنظر ده. ده ده اللي عايزك توقف فيه. لما تجي تعمل تعمل البروتد. عايزك تبقى قايف كده. بالعرض كده. حل? هتجيب الماندبل من قدام والمستويد من ورا. يبقى الماندبل ههي قدام. والمستويد ورا. ودي الماندبل. ودي المستويد. حل? طيب. وده ناحية جلد العياد. ده وده الديب ناحية جوة. ناحية العم. ده الديب انتيريور مستيرفر. عايز تجيب السوبرفيشيال من الديب روب. ابحث عن الريترو مانديبولار في. وقسم منه سوبرفيشيال وديب روب. بس كده. بس كده. كمان؟ ليه اول حاجة? عندنا النهاردة في المحاضرة اللي هي الاناتومي. سوى واحلى كده. تاني حاجة عندنا في المحاضرة النهاردة. الاستون او الكالكولاي. انا قلتلك احنا عندنا اناتومي. بعدين اه كلمة سا اي ام. سوبر. سا اي ام. زي سا اي ام كارد كده او السين كارد بتاع الموبايل. ماشي. وبعدين عندنا شوية اسئلة في الاخر. طيب. الاستون او الكالكولاي. انا قلتلك ايه اكتر جلاند فيها ستون? ايه اكتر جلاند هنلاقي بيتكون جواها ستون او جوا الدكتور بتاعيتها ستون? الساب منديبلور. وانت مغمض الساب منديبلور جلاند هي اكتر جلاند هتلاقي حواليها ستون. تمام? طيب. بص كده. انا عايز اقولك الاول منظر الجلاند من غير ستون ومنظر الجلاند بستون. ايه دي منظر الجلاند من غير ستون. اهي. فاش اي حاجة. رمضية اللون. تمام. ودي منظر الجلاند اللي اللي فيها ستون. اهي. ادي الستون ودي الشادوز بتاعتها. تمام? ساعات كتير العيام بيجي لك يشتكي ان عنده ستون في الجلاند. حاجة تطلع له هنا. بيقولك يا دكتور انا حاسس ان في حاجة وجعان كده في القبط. كل محاضرتك اللي هتعمله انك هتبص على تحط البروك تلاقي حاجة بيضة وعملة شادو جوا الجلاند. طب ممكن تكون متوجعوش او يا دكتور? اه. ممكن تكون متوجعوش مستحملها. مش متضايق قوي. مش مقاريف منها قوي. طيب. فبالتالي حضرتك ما تكهربش نفسك مجرد ما تشوفها عادي جدا انك تكتب اسمها انترا جلاندولر. وفرق بين حاكتين. هنفرق بين حاكتين. دي اسمها انترا جلاندولر لانها جوا الجلاند. طب لو جوا الدكت هسميها ايه? هسميها انترا دكتل. انترا دكتل. يبقى انت مثل ما تيجي توصف الدكتور كده اقول له هي انترا جلاندولر ستون ولا انترا داكتولر ستون. عشان هتفرق في المانجمنت معي. عشان هتفرق في المانجمنت معي. تمام? طيب. تاني عادي جدا انه لاقي عامة بشتكيش قوي والغدة مش ملتهبة قوي ولاقي ستون ولاقي وراها شدو. فيش اي مشكلة. دي النورمال ودي الستون. تمام? طيب. ركز معي. ركز معي. ركز معي. بص يا سيدي. ادي الجلاند. الساب مانديبلور جلاند. ودي جواها ستون. طيب. مين العضرة دي? ها? حضرتك هتقول لي. مين العضرة دي? مين العضرة دي? يبقى اللي ماشي تحتيها ده غالبا مين? اللي ماشي تحتيها غالبا مين? البروملنت شوية ده مين? دي الورتون داكت. بس بشرط. شرط. ايه الشرط? عشان تقول عليها الورتون داكت? الشرط عشان تتأكد. الكلر دوبلر. اللي مفيش مشواغدة دوبلر. حلوة. طيب. اما تلاقيها بروملنت كده وفيه ستون في الجلاند شك ان فيه ستون تانية قدامي. شك ان اكتلاقي ستون تانية قدامي. عادي جدا يبقى العين عنده اكتر من ستون. عمال يكون ستونز. فلما تلاقيها بروملنت. لما تلاقيها بروملنت. تخيل ان احتمالته بيت تبقى مزدودة. ممكن يكون فيه ستون تانية قدام. فادق بص على الستونز قدام شوية. ممكن اشوف الستونز بقى انا بقيت زكي. ممكن اشوف الستونز فين على طول. روح ابص على مين? روح ابص على مين? ممتازة يا امان. ايبا كده سطرة. ممتازة عمر. ممتازة لمية. ممتازة منار. بيبن ممتازة. تهاني ممتازة. سنة ممتازة. يناس. سين ممتازين. طيب. دي كده اسمها جوة انترا جلاندولار ستون. انترا جلاندولار ستون. شايف دي شبه ايه? المنظر ده بيفكرك بمين? المنظر ده بيفكرك بمين? بيفكرك في حال كده في البطل? فكرك بحال كده في البطل? هايدرونفروزيس صح? ستون? وعمل هايدرونفروزيس في الكيدني صح? بالزبط بالزبط. نفس الفكرة بالزبط. نفس الفكرة هو فكرة كلها ان فيه سائل جاي مش من هنا. سائل سائل جاي مش من هنا. لا ستون وقفه في وشه. بس. يعني لو حضرتكم عايز تكتب تقرير لطيف اوي تكتب ان فيه آآ فيه جلاندولار ستون آآ فيه داكتولار ستون. ممكن تقوله هي ايسى تقريبا قد ايه او اي فرون زى آآ جلاند مسلا بتقوله حوالي كزا من جلاند يعني لو انت عايز يعني بس لو كتبت له ان فيه داكتول ستون خلاص ما فيش مشكلة يعني شكرا على بتاقي. انت كده قديت دور. طيب. يعني بص بقى المعلامة اللي انت بقت فيها. بص المعلامة اللي انت بقت فيها وهو ريك مستوك اتغير ازاي? دي كده الصمنديبلار جلاند. طيب اللي هرسمها بالاخضر دي مين? اللي هرسمها بالاخضر دي مين? اللي هرسمها بالاخضر دي مين? المايلو هيويد مصر. اللي انا هنا رسمتها بالاخضر. اللي انا هنا رسمتها بالاخضر. دي المايلو هيويد مصر. حلو. شايف الفرج من الدكت النورمال. الدكت النورمال. والدكت اللي فيها ستون. هنا بدأ بدأ تتحس الموضوع بدأت ليه طريقة ولا لأ الموضوع بدأت تتحس ليه طريقة ولا لأ الاول كنا نحط البروب كده على الرقبة وندور على اي حت الاول كنا نحط البروب كده على الرقبة ونشوف يا رب نلاقي اي حاجة اي سنوه في اي حت دلوقتي بدأنا نحس ان احنا ايه لا مشاو Так pile system شوية وهي فين بالضبط وايه نشوف الشكل شكل واضح طيب. خلدي عملنا لها حاجة اسمها اه او يعني بدأتنا صورنا صورتينجام ببعض ولحمناهم في بعض. فطلع شكلها رطيف كده. ادي الغدة. وادي المايلوهايويد مصل. وادي المايلوهايويد مصل. وادي داكت كل دي داكت 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 لحد ما لقلنا. طبعا طبعا شكلها لطيف جدا وشكلها حلو ولطيف مش اي حاجة. طبعا نشوف اه الصورة دي تعال نشوف الفيديو ده. بص كده. هو كاتب لك ودي الداكت. طيب حضرتك بقى بقيت اكسر حرفية من هون. حضرتك بقيت اكسر حرفية من هون. وعارف ان الحاجة اللي لونها غامق اللي شبه الدكت دي بس مش دكت دي دي مصل. دي مين? المايلوهايويد مصل. شوف حضرتك بيتعرفها ازاي? شوف حضرتك بيتعرفها ازاي? وبقيت عينك على طول. عينك على طول. الاول انا والله السنة بقول لكم. انا انا جزء ساعات من وانا بحضر المحاضرة. انا بس عايز اقول لكم معلومة كده هنطلع بينها دي ابرى التركيز اللي احنا فيها دي. ان انا اه النورمال بتاع الجلاند زي زي البروتيد واحد لغاية واحد منص ميلي. النورمال لغاية ميلي يعني ميلي بالكتير او. حتا مش واحد منص ميلي بالكتير او. او يعني. ميلي. تمام? طيب. اله في معلومة اقول لكم انا بحضر المحاضرة. وانا بحضر المحاضرة دايما بحط في دماغي الفترة اللي انا كنت فيها نايد. الفترة بتخيل وضع دلوقتي. ساعات كتير بيبقى فيه غلط. وده دائما بقوله علميا يعني. او او الناس اللي اللي بتبقى مخترفة او في تحضير المحاضرات. بيبقى فيه غلط ان هو اه وهو بيحضر المحاضرة بيشتغل بمستوى هو. فتلاقي عمال يكلمك في التركات انت عمرك ما اشتغلتها في حياتك. ويقولك بص دي سهلة هي. دي سهلة هي. يعني ده موضوع سهل هو اكيد كلكوا عارفين. يعني كنت مرة حاضر محاضرة لأحد الاسات زي يعني. وراجل شطر جدا. وهو نيته صادقة وراجل خير يعني. بس كان بيقول ايه? كان بيقول اه في وسط المحاضرة يعني. اه وطبعا اه حضراتك وكلكو كان الناس اللي عادين كلهم نواد. فبقالهم طبعا حضراتك وكلكو اشتغلتوا ام ارآي بريست. وعارفين طبعا ان في الام ارآي بريست لما بدعمل كذا مش عافية. عايز اقولك ولا نايب من اللي عادين اكيد اشتغل ام ارآي بريست. فدايما دايما اشتغل على على فكر النايب اللي قدامك كان بيعمل ايه? وايه الخلط اللي كان عنده? وايه اللي كان بيتوه فيه? وبعد كده اشوف مستوى كده. فانا كان من ضمن الاخطاء اللي انا كنت بقع فيها زمان انما كان مسلا دي كيلة حالة ستوم ما بقاش عارف انا بدور فين? او عيني بتروح فين? انا بدور في الحتة دي كلها على ستوم. لا انا دلوقتي عيني بدأ اتركز ان فين المايلوهايود مصل? فين المايلوهايود مصل? انا بدور تحتها. انا بدور تحتها. عشان ادور على ستوم. تعال نشوف كده هنا. لقى ستوم ولا لا. تعال نشوف الفيديو. بص شايف هو بيشاور تحت المايلوهايود مصل. لقى ستوم ولا لقى? لقى ستوم ولا لقى? ده لقى كم? بص. لقى تلاتة ستوم. لقى تلاتة ستوم. اه. فقال له خلي بالك ده مش ستون واحدة. اوعى دكتور راح تخش تشيل واحدة بس. لا دولة تلاتة. وممكن محتاج اكتر. بس اللي عجبني ان عينك بدأت تركز. انا بدور فين? انا عيني مش تايها وسط الصورة. انا عارف انا ماشي فين بالزبط وبدور نحية ايه بالزبط? طبعا. دي حالة كانت جاتلي في المركز. عين عنده سويلنج هنا اهو. سويلنج لقيت المنظر ده. كأن في حاجة في النص كده مش واخدة color. مش كلها واخدة color. اه في جنبيها فيزل اه انا عارف بس هي مش كلها واخدة color. في حيثة قوة كده. جوة جلاند. انا متعود الجلاند بتاعتي رمادي كلير. متعود الجلاند بتاعتي رمادي كلير. ما فيهاش اي حاجة برانشنج اهي. رمادي كلير. فيش اي حاجة برانشنج خالص. تمام? هنا. العيان ده مش تكي من راية ساب منديبلار جلاند طيب. من ضمن الحاجات السريعة اللي تتصرف فيها بسرعة بسرعة بسرعة. ان حضرتك تروح تشوف الناحية التانية. ما ربنا خلق لك ناحيتين. روح تشوف تليفت ساب منديبلار جلاند. فقادي راية ساب منديبلار جلاند. وقادي الليفت ساب منديبلار جلاند. اه. لا فيه هنا حاجة مختلفة. فيه هنا حاجة مختلفة. العيان ده بيشتكي شكوى صحيحة. العيان ده في حاجة. في داكتال انتراجلاندولار داكتال دايلاتيشن. في داكت جوه الجلاند دايلاتيت. طيب حلم. بدأت. انا ما بقيتش بقى خلاص. بدأت بقى مذاكر. ادور على المصل دي اللي اسمها المايلو هيويد مصل. وابص تحتيها. لقيت تحتيها حاجة ماشية وكبيرة. طيب حلم. تحتيها حاجة ماشية وكبيرة. كملت كملت معاها. بس انا كنت مستخدم السورفشل بروب. انت رايح مستخدم البروب بتاع ايه بقى? ده مش السورفشل بروب. ده اللي ليه زاوية ده. ده مش السورفشل. ده الكونفيكس بروب. ده بتاع البطن والحود. ده بتاع البطن والحود. انتم مستخدم البروب بتاع البطن والحود. لقيت لا في حاجة فعلا عميقة. انا مش قادر اشوفها. كنت قادر اشوف السورفشل لغاية هنا بس. كان مثلا لغاية المستوى ده بس. لأ دي حاجة لتحت. فمعرضتش اجابة غير للمستخدمت الايه تدي بروب. وقمت رايح مسك البروب بتاع الترانس وحطيته على رقبته. خدت بروب الترانس وفاجينال خالق طبعا طبعا لو لو في حد هيشك يعني هيلاقيك مسك له بروب الترانس وفاجينال اللي يقول له دك دكتور ايه? وطبعا ما دخلتوش منبقه عشان انا فاهم بص انا عارف الزكاة. واحد هيقول لي ايه? يا دكتور حراق دخلت بروب الترانس وفاجينال نبقه. لا يا حبيبي. لا مش منبقه. لا يا حبيبي. لا. حطيت بروب الترانس وفاجينال هنا كده. انا فاهم عشان ايه? ما فاهم? انا عارف الايه? الفكر العالي. لا انا انا حطيته من هنا كده. بس ليه استخدمت عشان يديني عمق وفي نفس الوقت يديني يعني يديني الاتنين. فلما استخدمت لقيت الغدة هنا. وادي داكت 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 ماشية. وادي الستون هنا. تمام كده? يبقى يبقى دا حاجة كده اسمعها ايه? يبقى دا كده لما انت بصيت على الحالة بشكل كده. الحالة دي دي حالة تانية. ملاقيتش عند الماء اهود مصر ملاقيتش. امطلاح جايب من عند مين بقى? ها? جبت من عند مين? البتاعتين والشنابين والمسلس. فاكر الكصة دي. فاكر الكصة دي. جيبت اللي ستونة من عند مين? عند السابلنجو والمين. ماتقولش انها سابلنجو والجلاند ستون. هتقول لي طب ما ممكن تبقى سابلنجو والجلاند? لا. السابلنجو والجلاند ستون قليلة جدا. دي ساب منديبلور جلاند. وبعدين انت عندك حاجة تانية. Den العيان اصلا بيشتكم الساب منديبلور. والسب منديبلور فيها فالحالة دي كان فيها ساب مانديبلور جلاند ستون بس عشان عارف اناتومي وراجل مذاكر دورت عليها في السابلينجوال جلاند طيب ساعات هيجي لك تهيؤات ساعات هيجي لك تهيؤات كتير كتير عن حاجات سبه الستون زي ايه اقترهم على الاطلاق ريء العيان الريء نفسه عشان فيه هوا فهتلاقيه ابيض بس الفكرة ان الشادو بتاعه لونه ابيض وبيتحرك فريء العيان احتمال يدي لك شكل ريء العيان احتمال يدي لك شكل ان في ستون فمش اي حاجة تقول ستون طالما ما لقيتش لو انت شاكك يعني بص دلوقتي عندك ثلاث احتمالات لا اما عيان عنده حاجة وانت متأكد انها ستون زي مثلا الحالة اللي فاتت مثلا زي الحالة دي انت شايف الدكت وشايف الستون فانت متأكد مليون في المية انها ستون خلاص انت متأكد وفيه اوقات لقى عيان انت هتطلعه نورمال وتقول نورمال ومعندوش ستون معندوش حاجة فيه اوقات هتلاقي عيان عنده دكت عنده دكت دايلاتيشن وشاكك في حاجات زي كده وشاكك في حاجات زي كده ومش عارف دي ستون ولا مش ستون ولا ريق العيان ولا شوية هوا داخل وهو بيبلع ريقه ولا ايه دلزبط ماشي في الحالة دي هنطلوب له فارزر انفستيجيشن عادي جدا تقول انها شايف دايلاتيشن ومش شايف ستون فاتلوبوله يا جماعة اعملوله فارزر انفستيجيشن زي الحالة دي مثلا الحالة دي لو قلتلك ان دا الليفت صاب مانديبلور جلاند ودي الرايت صاب مانديبلور جلاند مين اللي فيه مشكلة الليفت ولا الرايت مين اللي فيها مشكلة الليفت ولا الرايت منتاز اللي فيها مشكلة الرايت طبعا هي اللي فيها انترا داكتال دايلاتيشن او انترا جلاندولار دايلاتيشن نبدأ بقى نبحث هل العين دا عنده ستون او لا طب افرد ما شفتش طيب هل في حاجة غير الستون يعني هل في حاجة غير الستون ممكن تكون هي اللي عاملة مشكلة اه بص ركز معاي في النقطة دي ركز معاي في النقطة دي انا دلوقتي عامت الجلاند قامت الجلاند هي ومطلع داقت مطلع داقت رايح تفتح ومتدفع عن دليل احتمال حجم الاتنين احتمال حجم الاتنين لقيبني فيه ستون جت قفلت الدقط دي فخلص وده الاشهر لا اما لا اما وبالذات في البروتد غالبا ما بتقاش ستون غالبا بيبقى فخلى الدقط نفسها فيها حتة فاهم الدقط نفسها فيها حتة مقفولة فده نتيجة يبقى انت لو لقيت ساب مانديبيولار جلاند دور على ستون كويس لو لقيت ساب مانديبيولار جلاند دور على ستون كويس بروتا الجلاند لا قاعد فيها ضكن داقت لا لا ممكن تشوك انت فيه نتيجة 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 تمام كده يبقى احنا هندور اه في البروتد على حاجة وفي الساب منديبلر على حاجة. طيب ايه الفرز اللي عمله سيتي? هتعمل سيتي عشان لو ستون تبقى بالسيتي ما تعملش ام ارآي. لان الستون مش هبقى بالام ارآي كويس. يبقى هنعمل سيتي. يبقى الفرز الانفستيجيشن هنعمل سيتي. طيب. يبقى الجلاند ممكن تبقى على نتيجة ستون وممكن تبقى نتيجة كورونيك انفكشن يعمل انترا جلاندولار ديلاتيشن. لو انت شفت ستون خلاص. وفي الساب منديبلر بدور على ستون اكتر. وفي الساب منديبلر بدور على ستون اكتر. في البروتد بدور على كورونيك انفكشن اكتر. طيب. تعال نفتكر مع بعض. دي البروتد جلاند. مين دي? مين دي? البيضة اللي عاملة شاره وراها دي. مين دي? المندبل ممتاز ممتاز يا فاطمة ممتاز يا عمرو ممتاز يا مناور ممتاز يا يارة ممتاز يا أمينة طيب حلو ومين الخضرة دي ممتاز يا فادية ممتاز يا نجوة ممتاز ممتاز يا لمية ممتاز يا بايب ممتاز ممتاز يا حسين طيب بص فاكرة ما قلت لك أن الدكت الدكت بتمشي فوق بتمشي فوق المسيطر مسل الدكت بتمشي فوق المسيطر مسل زي ما قلت لك لما تلاقي بروس بيتفكر في أكتر ولا بتفكر كرونيك انفيكشن أكتر في البروس في البروس في البروس っていう في البروة غالباً غالباً اكتر الغالباً أكتر جلال ends اكترة كانت ويسعت ويوكت olin لأنها فيها دي بتاعة بروتة جيلاند. طبعا انت بقيت انت بقيت جامد دلوقتي. انت بقيت جامد دلوقتي وعارف ان دي المسيتر مصلي. وان ده الماندبل. وان دي البروتة جيلاند. وان انا بدور على الدكت فوق المسيتر مصلي. تمام? بقيتش ايه تاي? وانت بتدور. تمام? ايه رأيك? بروتة جيلاند دي فيها Gill Die Latation ولا لا؟ اينترو داي لتشن ولا؟ عيوة ممتازة يا فادية ممتازة يا رقية. اهدية فاطمة. اهدي نجوة اهده. عايزين اهدية احلام. عيوة زينا برافو. برافو يا يارا. شطرين شطرين برافو يا فاطمة. مرافو مصطفى حل مرافو إبراهيم لأ إهدى إبراهيم إهدى إهدى عندنا خطوة الأول قبل ما تأكدنا دكتال ديتيشن متحاطة متحاطة طالع إيه تطالع الفين اللي بيقسم سوبرفيشا الوديب اللي هو أنهي فين أنهي فين اللي بيقسم سوبرفيشا الوديب الريترو منديبلر الريترو منديبلر حد عندنا حاجة اسمها. نعم خلاص قربنا ناخد البريك. قربنا ناخد البريك. سامية واحدة. سامية واحدة. سامية واحدة. عندنا حاجة اسمها سيالكتيزيس. سيالكتيزيس. سياله في اي حاجة سياله كلمة سياله بيتكلم اكتر ناحية الدكتو كده. سيالكتيزيس يعني في دايلاتيشن في دايلاتيشن وزاوة ستون. زي ايه بقى زي ما قلت لك. الكورونيك انفكشن. بوسط انفكشن. سعب بيبقى ايدجي بسك مش عارفين له سبب. هو نتيجي هو مرة واحدة كده كبر. سيجورن سندروم. ريكارنت انفكشن. فكل ده بيسبب لي حد عمل عملية قبل كده. كان شايل ستون قبل كده. كل ده بيعمل لي دايلاتيشن من غير ستون. دايلاتيشن من غير ستون. عايزك تعود عينك على حاجة عشان مش هتشوفها كتير. بس لو جات لك تبقى انت ايه عارفها كده ومركز فيها. في البلوطة جيلاند ساعات كتير يجي لك عيان عنده حاجة كده. عنده حاجة كده في البلوطة جيلاند او في الساب منديبلور جيلاند. دي عملية بيركبوله ساعات جواها ستينت. بيركبوله ساعات جواها ستينت. جوا الجيلاند. طب عارفها ازاي? تلاقي حاجة ايكوجينيك بيضة وممطولة كده. حاجة بيضة وممطولة كده. والطول كله كلها بيضة. ما قلناش اي حاجة كده في كده. فدي ستينت زالي بتتركب في اي حد. هناخد بريق. الساعة دلوقتي آآ تمانية وتلت. هنرجع آآ ساعة تسعة الى تلت. يعني تمانية واربعين دقيقة بتوقيت القاهرة. هنرجع ساعة تمانية واربعين دقيقة بتوقيت القاهرة. لزاكم الله خيرا. ونقاكم بعد الفصل.